جدد مجلس السيادة السوداني استنكاره وتنديده بانتهكات قوات الدعم السريع ضد المدنيين وفي بيان له أكد مجلس السيادة السوداني أن قوات الدعم السريع أقدمت على ارتكاب مجزرة بحق المدنيين في قرية ود النورة بولاية الجزيرة والتي رح ضحيتها عدد كبير من المواطنين الأبرياء هذا ودع مجلس السيادة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لإدانة واستنكار هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها من قوات الدعم السريع إعمالا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب